مخاوف دستورية وأخرى تتعلق بالعدالة والمسوى دفعت نوابا إلى الاعتراض على بعض بنود ومواد قانون البلدية الجديدة والأغلبية التي حصل عليها في المداولة الأولى قد لا تكفي لسد الباب أمام مزيد من الاعتراضات على القانون عند التصويت عليه في المداولة الثانية للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه الآن ممكن واحد يقول نعم هذا قانون يحدد كيفية دخول المنازل هذا الكلام باطل باطل لأنه يفقد رقن أساسي من هذا الدستور حرمة المساكن قلق من إجازة القانون لموظفي البلدية دخول المساكن الخاصة ومن غياب العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية البلدية عبر عنه غير نائب في جلسة اليوم المفروض أن الدوائر البلدي تكون نفس دوائر الأمة ونضيف المناطق اللي ما تصوت وهذه طبعاً حطيناها في القانون ولكن تفاجئ بالأخوان غيروها إلى عشر دوائر هذا الطلب مرفوض ولا يجب أن نرجع إلى المقترح الأصلي إلى خمس دوائر نفس دوائر مجلس الأمة أرجو أن توضع جميع الملاحظات التي طرحت بعين الاعتبار على أن تأتي في المداولة الثانية ويتم التسويت عليها وفي حالة عدم وضعها سيكون لنا موقف آخر مداولة ثانية ولكن ثقتنا كبيرة بالأخوان من أجل الهدف مصلحة الوطن المواطنين الإجمع على أهمية قانون البلدية الجديدة وحاجة الدولة إليها لم يمنع اعتراضات نيابية على بعض بنوده والمطالبة بإعادته لمزيد من الدراسة قبل المداولة الثانية